وينضم معنا من الخرطوم عبد الرحمن الأمين الكاتب والصحفي السوداني أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن أهلا بك بداية ماذا يترقب السودانيون من لجنة التحقيق بإنهاء الاعتصام هل يمكن تحقيق العدالة التي يريدونها أنت تعلم أن هذا واحد من البنود الذي تم تضمنه في الوسطة الدستورية في تكوين لجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن قتلة الشهداء ومن ثم القصاص منهم ومحاكمتهم حدث هذا كما تعلم كان في 29 رمضان 3 يونيو الماضي وكذلك حدث هذا في 8 أبريل الماضي ومن ثم في إن هذه اللجنة المستقلة تحقق بشأن كل أولئك البحايا الذين قضوا منذ أن تفجرت الثورة السودانية وكذلك المفقودين وكذلك الجرحى والمصابين الشعب السوداني يعود كثيرا على هذه اللجنة المستقلة وهي لجنة نص القرار الذي أصدره رئيس الوراء لها الحق أن تستعين بدعم من الاتحاد الأفريقي ومن ثم في إن أهل السودان يعودون كثيرا على أن تتغصى هذه اللجنة الحقائق وأن تقدم المستحمين لمحاكمات عادلة طيب ما إمكانية محاسبة جهات عسكرية كبيرة ربما تكون متورطة بمجزرة إنهاء الاعتصام يعني وهل حكومة حمدوك تتمتع بكل هذه الصلاحية التي تخولها محاسبة المتورطين أم لا هذه اللجنة لأي لأن تتقص الحقائق بشكل عادي جدا لها كاملة الاستقلالية عن الجهاز الحكومي ومن ثم فيها تعمل عملها مستقلة وإذا ما توجهت أصابع الاتهام لأي جهاز سواء كانت عسكرية أو خيرها فإن هذه اللجنة لها حق أن توجه الاتهامات وأن ترفع الأمر لنائب العام ليتولى رفع الحصانة طيب إلى أي درجة أصبح الشارع السوداني متيقنا بأنه وصل لما يريد في ظل اختيار المجلس السيادي الذي سيحكمه العسكر مدة 21 شهر وهل تعتقد أن هذه الفترة ستمر بسلاسة؟ إلى الآن ليست هناك تعقيدات في التعامل ما بين العسكريين والمدنيين والأمر يمضي بسلاسة وهناك تناقم وهارفن كبير جدا ولم يطلق على الصدق إلى الآن أن هناك كمة إشكالات تعترض العلاقة ما بين العسكريين والمدنيين داخل مجلس السيادي طيب ماذا عن الحريات العامة والصحفية؟ هل تغير المناخ بشكل مطلوب للانتقاد بشكل موضوعي؟ هل بات السودانيون أحرارا إلى هذه الدرجة؟ حتى الآن ليست هناك أي رقابة سواء قبلية أو بعضية على الصحف وعلى وسائل الإعلام المختلفة ومن ثم لم تعد هناك من رقابة أمنية ولن يست هناك من سيف المصطف على الصحف ولا على أي شيء من الإعلام وأصبح القضل وحيد الذي تحكم أمامه الصحفة إن أخطأ ذاوجنا حد أن تحكم أمام القضاء قاضيها الطبيعي ماذا عن الحركات المسلحة؟ كيف تقيم تعامل حكومة عبدالله حمدوك معها في وقت تتهم بعضها الحكومة بإقصائها من الحوار؟ عن تقديري الذين تحدثون عن الإقصاء يعمدون إلى المبالغة الحكومة كانت تماما متوجهة بكل الصدر نحو التفاوض مع كل الحركات في جبا كل الحركات أغلبت على المقاوضات التمهيدية بما في ذلك الجفعة السورية بكل مقوناتها على حكومة حركة العدل المساواة وحركة تحرير صدر والحركة السعبية بشقيها في جبال النوبة وفي النيلة الأزرة وتم الحركة الوحيدة التي تأفت على التقاوض في حركة عبدالله حمد نور ولم يكن تخصوها وإنما هي التي اجتهمت النظام بأنه يمثل النظام القديم وأنه ليس هناك تغيير جدي وحب الجديد وهي التي رفضت التقاوض في اتدعان المقاوضات التمهيدية لبت الوفد الحكومة الذي كان يمثله من السيادة في كل مطالب الحركات في أن يتم اطلاق صراحة الأسرة وأن تطلاق المعتقدين والحكومين وكذلك في أن يفتح الباب للإقاثات الإنسانية وأن يؤجل أمر تشكيل حكومات الولايات وكذلك كمجلس التشريعي إلى ما فات التوقيع وإقرار السلام وتم الانتفاق على نجل التفاوض من 14 أكتوبر إلى 14 ديسمبي فليس هناك إخطاء كما يجاعر ويغالب طيب بأقل من دقيقة واحدة إذا تفضلت هناك طرح جديد لحل أزمة إقليم أبيي مع دولة جنوب السودان هل يمكن التصالح بملف المناطق المتنازع عليها بشكل سلمي؟ إلى الآن المناخ باس مواسيا ومتوفرا لأن تحل أبيية بيقى حلا سلميا لكن المقترح الذي يقول أنه يجب تحولها إلى أنصف التكامل هذا مقترح سابق لأوانه ومن ثم في أنه لفظ من جنوس الأطراف السودانية والجنوب السودانية مع بعضهم البعض في الانتفاق على كيفية الحل وأنت تعلم أن الحل تم تطمينه في اتفاق اسم فاشا للعام 2005 ومن ثم تطمينه في إداريات حين إجراء استفتاء لهذه المنطقة نعم الكاتب والصحفي السوداني عبد الرحمن الأمين كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم شكرا جزيلا لك